موسيقى أهلا بكم في غضون شهر تم الإعلان عن وفاة عدد من المعتقلين المعارضين للانقلاب داخل سجون ميليشيا آخرها تصفية الشاب وليد الإبي في سجن البحث الجنائي بصنع ليضاف هؤلاء إلى قائمة تشمل العشرات من الذين توفوا رهن الاعتقال بسبب التعذيب أو الحرمان من الرعاية الصحية منذ الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014 نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه من زاويتين أين تنتهي حدود العقاب وتبدأ مسؤولية حماية سلامة المعتقلين رهن الاحتجاز وإلى أي مدى يمكن تبرير انتهاكات حقوق الإنسان بذريعة مناهضة هؤلاء للانقلاب إذن يشير تزايد حالات الوفاء المعلن عنها في سجون الميليشيا إلى تفاقم أوضاع الاحتجاز التي يعيشها المختطفون في سجون الانقلابيين بصنعاء فبالإضافة إلى تحذير العديد من المنظمات الحقوقية من سوء أوضاع المختطفين والمصير المجهول للمئات من المخفين قصرا خرجت منظمة هيومن رايس ووش لتؤكد أنها وثقت مؤخرا حالتي وفاة رهن الاحتجاز وإحدى عشرة حالة تعذيب وسوء معاملة بينها حالة الاعتداء على طفل وضعت منظمة هيومن رايس ووش الميليشيا في صنعاء إلى إخلاء سبيل المحتجزين فورا والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي للمحتجزين التعذيب والانتهاكات الجسيمة للمعتقلين في سجون الميليشيا هو موضوع حلقتنا الليلة من زوايا الحدث لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير للزميل سقر الصونيلي ومن ثمنهود وهم يغنون له لم يدور في خلدهم أن يأتي اليوم الذي لا يستطيعون فيه حتى رؤية جسده الذي عذب في السجن سبعون يوما هي الفاصل بين يوم زفاف وليد الإببين في منطقة الجراف بصنعاء وبين اليوم الذي أخذته ميليشيا الحوتي من ذات المكان إلى أحد سجونها وهناك تم تصفيته بعد تعذيبه والتحقيق معه ووفقا لأحد أفراد أسرته والذي تحدث في اتصال لقناة بلقيس فقد تاهوا وهم يبحثون في المدينة ولم يتمكنوا حتى من العثور على إجابات لأسئلتهم نتفاجأ من البحث الجناية الضباط يقول لنا روح يسألوا على صاحبكم في السجن حق الحوثيين وخلوه يبلغوكم ايش اللي حصل رحنا بنسألهم ايش اللي حاصل ايش اللي ايش فيه في البداية انكروا وجوده بنفس الآلية وما قلنا لهم الرجال قالوا صاحبكم قتل نفسه انتحر في وسط السجن كيف انتحر في وسط السجن قالوا بمثدس هل هذا يعقال لم تحظف في تاريخ انه معتقال عندك في وسط السجن يقتل نفسه بمثدس بسلاح ناري بطلق في الرأس وبينما كانت منظمة هيومورايتسواتش تقول ان على السلطات صنعاء الشروع فورا في اطلاق سراح المحتجزين تعسفا كانت ميليشيا الحوثي تقتل احدهم وتمنع ان تصل اعين اقاربه لرؤيته وحسب المنظمة التي تتقد من نيويورك مقرا لها فان الحوثيين والسلطات الاخرى قد احتجزوا تعسفا وعذبوا واخفوا قصرا عددا كبيرا من الخصوم قدرتهم المنظمة بثلاثة آلاف وسبعمائة وستين المنظمة التي فشلت للعام الثاني على التوالي في محاولتها زيارة السجون الحوثيين قالت ايضا ان على السلطات اخلاء سبيل المحتجزين تعسفا والكف عن اعاقة وصول المحامين والاهالي اليهم وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائيا لكن هذه المطالب التي اوردتها المنظمة لم تطرح للمرة الاولى بل سبق وان وجهت لكن المعذبين والمقتولين في السجون ما زالوا في ازدياد اهلا بكم جديد مشاهدين الكرام تنضم الينا الان احدى امهات المختطفين في سجون الميليشيا سيدة ام احمد اهلا بك سيدة ام احمد انتون في رابطة امهات المختطفين ما هو المتوفر لديكم من معلومات بشأن حالات التعذيب والانتهاكات التي تمارس ضد ابنائكم المعتقلين في السجون بسم الله الرحمن الرحيم اه حاليا في هذه الفترة تقوم رابطة امهات المختطفين بحملة لملاهبة التعذيب بعد ان وجدت ان يكاد يكون جميع المختطفين الذين يختطفون في سجون الحوثي يتعرضون للتعذيب وخاصة في فترة الاخفاء القسري التي يتعرض لها 99% من المختطفين في سجون الحوثي التعذيب هذا يكون ما بين التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي ووجدنا حالات خرجت من هذه السجون وهي مصابة بامراض مزمنة او تحمل عاهات او بعضهم وصل الى الشلل ناهيك عن الحالات التي وصلت الى قتل داخل السجن اما تحت التعذيب او استخدامه كدروع بشرية استخدامه التعذيب كدروع بشرية او في التعذيب الجسدي كما وجدنا في الحالة التي تناولها تقريركم وليدا الابي قبل يوم امس تم اخذه بعض يومين فقط يتطر باهلي بانه اصبح جثة هامدة موجودة في ثلاجة المستشفى فلدينا بحسب احصاءات المنظمات الحقوقية نحن وغيرون من المنظمات 62 حالة تعذيب وقتل داخل السجون وصلت هذه الحالات وحالات التعذيب الى القاتل اما بالنسبة للتعذيب بشكل عام فقد تعرض له ما يقارب 99% من المختطفين طيب هذا الامر هل يشمل ايضا من تقوم الميليشيات بحرمانهم من الرعاية الصحية هل توفر الميليشيات ادنى حق من حقوق من تعتقلهم ومن تقوم باخفائهم هل تسمح لكم بالتواصل معهم هل تعلمون اين هم اساسا التعذيب يشمل الاهمال في الرعاية الصحية تردي خدمات المعيشة حرمانهم من دورات المياه ايضا حرمانهم من الازيارة والتواصل مع اهلهم كل هذا يصنف انهم من ضمن التعذيب يعني التعذيب الجسدي الذي يتعرضون له خاصة اثناء التحقيق اما لانتزاع اعترافات كاذبة او لاجبارهم على الايقاع باخرين من خلال التواصل معهم ايضا احيانا يكون التعذيب بسبب خصومات شخصية غير مبررة نهائيا يعني يصل التعذيب مثل ما ذكرنا الى عاهات وعلى انظام بزمنا ثم يلقى بهذا المختطف خارج وفي خلال هذا الشهر فقط احصينا خمس حالات قتل تحت التعذيب ثلاثة منهم في محافظة الحديدة هو احدهم في تعذ ووليد الاببي الحالة الاخيرة في صنعاء طيب انتم في رابطة امهات المختطفين ومنظمات هل هناك يعني بينكم وبين المنظمات الدولية عمل او تواصل لتخفيف من معاملات السجناء وكذلك الكشف عن مصير من هم مخفي قصرا منهم لدينا تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومع المفوضية الثانية لفوق الانسان لدينا ايضا تواصل مع ومنظمة العفو الدولية لدينا ايضا تواصل مع منظمات اخرى في دول اخرى مثل منظمة كرامة ومنظمة مواطنة لكن نجد انه ليس مجديا كثير التواصل مع هذه المنظمات في ظل احكام قبضة الحوثي على العاصمة صنعاء لا يسمح لهذه المنظمات بزيارات السجون ولا بالاطلاع على حالات السجناء وبالتالي لسنا نجد الفائد المرجوع من تدخل هذه المنظمات حالات المخفي قصرا ابلغنا بها الصليب الاحمر بخطم انها المنظمة الدولية الاولى عالميا المعنية بلم الشمل والبحث عن المخفي قصرا لكن حتى الان لم نجد اجابات شافية من الصليب الاحمر اين يكون هؤلاء المختففين واين يحتجزون اذا اشكرك سيد أم أحمد احدى أمهات المختففين كنت مانا عبر الهتف من صنعاء وينضم لنا مشاهدين الكرام أحمد بن شمسي مسؤول التواصل والمرافعة في منطقة الشرق الأوسط لمنظمة هومين رايس ووش مساء الخير سيد أحمد مساء النور شكرا على استدافة أهلا بكم سيد أحمد بداية نود أن نعرف كمنظمة دولية حقوقية تم إصدار تقرير بالفعل عن واقع السجون في اليمن الخاضعة لسيطرة الحثين والمخلوع ما هي التفاصيل أكثر عن هذا الواقع وما ينتج عنه أيضا التفاصيل هي أننا وطقنا عن الميزان أن معارضهم سياسيون وسحفيون ونشطاء وكذلك أعضاء من البهائيين كل هؤلاء وقعوا في حملة اعتقالات عشوائية واسعة واندهاكات التي شنها الحوثيون وحلفائهم في اليمن منذ استيلائهم على العاصمة في أواخر 2019 وطقنا بالتدقيق واحد وستين حالة من اختفاء القصري والاحتجاز التعسفي تحت سيطرة الحوثيين وقمنا بهذا التوثيق عبر استجوابات لمحامين وسجناء سابقين وأهالي معتقالين في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية وضمن تلك الحالات الواحد وستين التي اتقناها وتقنا حالتي وفاة رهن احتجاز و11 حالة تعديم وسوء معاملة مزعومة بينها حالة إثاءة إلى طفل يعني طبعا اليمن تعيش وضعيات حرب ويعني وثقنا كذلك مرارا الانتهاكات تحت مسؤولية التحالف التي تقودها من المملكة العربية السعودية ونحن فقط في وثقنا 58 غارة جوية سقطت من جرائها أكثر من اتي مدني ضحية لكن كل هذا على كل حال لا يبرر أن يقوم الطرف الآخر بانتهاكات كذلك ولا يبرر التعديم ولا يبرر الإخفاء القصري فانتهاكات الحوثيين هي كذلك انتهاكات وتستبعي الملاحقة القانونية طيب يعني هيوميرس ووتش نفسها كمنظمة حقوقية دولية منظمات حقوقية وأخرى أسهبت كثيرا في الحديث عن السجون الخارعة لسيطرة الحوثيين كذلك عن كارثية الأوضاع بداخلها لكن هذه التقارير بحسب كثير لم تؤتي أكلها هل من جهود مواكبة لوضع حد لهذه الظاهرة يعني عفوا نحن عملنا أولا وقبل كل شيء هو توثيق الانتهاكات فلو لم توثق يعني المنظمات الدولية لانتهاكات فلن يعرف أحد ودودها فإذا توثيق الانتهاكات هو في حد ذاته نوع من الضغط لكشف يعني لفضح المشتور و لكي يعني 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 تعرف المنظمات الدولية أن هناك انتهاكات خائرين هذا في حد ذاته عمل بعد ذلك يعني نحاول أن نتواصل مع المسؤولين وأن كذلك نتحدث مع يعني أعضاء المنظمة الدولية والديبوماسيين لكي نمارس أكبر ضغط ممكن على المسؤولين لكي يعني يأخذون الإجراءات اللازمة فنحن ما نطالب الآن من السلوات هو أولا إخلاء سبيل محتجزين تعسفا فورا لأنه لا مبرر لإبقائهم أعطاء الأولوية للأطفال وغيرهم من الفئات الهشة كذلك الكف من إعاقة وصول المحامين والأهالي المحتجزين لأن الاحتجاز القسري هو يعني جريمة وانتهاف للقوانين الدولية لحقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين كذلك الضالي عين في سوء المعاملات قضائيا طيب إلى أي حد برأيك يسيء واقع السجون الخاضي على سيطرة الحوثيين إلى مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان ويصبح هذا المعنى بلا رهبة يعني مسألة انتهاكة الحقوق الإنسان تجري وتتم بداخل سجون الحوثيين وبداخل المناطق الخضاء لسيطرتهم بلا حساب وبلا عقب وحتى بدون محاسب يعني هذه وضعية حرب وقوانين الحرب تدهك بكل وضوء ومن موجه بالقاني الدول لحقوق الإنسان الاختفاء القصري وهو الظاهرة التي تقنعها في هذا التقرير بالخصوص يحدث عندما تحتاج السلطات شخص أو تنكر احتجازها أو لا تكشف عن مصيره ومكانه وهذا بالضبط ما وقع الأشخاص المختلفون يعني يعيشون خطرا أكبر بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة وكما قلت سامقا وثقنا حالتين من الفرئات و11 حالة من التعذيب لا سيما عند احتجازهم خارج المقرات احتجاز الرسمية مثل احتجاز براك الشرطة أو السيوم فكل هذا طبعا مسيء جدا لوضعيات لحقوق الإدفاع والملفت للنظر هو أن السلطات في صنعاء أصدرت عفوا عن المعتقالين السياسيين في سبتمبر يعني من المفترض أن يكون سبيل هؤلاء أخلي من قبل لكن ما ظن أن المئات لازالوا محتجزين وهم يعني يضعون شرطا لإخلاء سبيل المحتجزين وهذا الشرط الإجباري هو أن يوقعوا اعترافا يدعي تعاونهم مع التحالف وهذا شرط لإخلاء سبيلهم فنحن نطالب من السلطة الحوثين أن يعني لا يأخذوا هذا شرطا وأن فقط لإطلقوا سبيل كل شخص محتجز تعسفيا لأن هذا في هذه إحقوق الإنسان طيب سيد أحمد يعني بسؤال أخير ما هي الآلية أو الطبيعة التي يتم بها التعامل مع ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع العبدالي صالح الموجودة في صنعاء هل يتم التعامل معها كأنها سلطة أمر واقع وأنها ميليشيات في نهاية المطاف من قبل يوم الرسول نحن لا نأخذ موقف في النزاعات العسكرية والنزاعات المسلحة هناك نزاع مسلح بين طرفين وكل طرف له حلفائه نحن همنا وشغلنا كمنظمة حقوقية هو أن نرصد انتهاكات حقوق الإنسان كيفما كانت كيفما كان مرتكبها فلا نرصق أسماء أو مسميات على الطرفين مدام يحترمون قوانين الحرب حقوق الإنسان ما نرى الآن هو أن قوانين الحرب تنتهك من طرفين سواء كانت الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية أو حلفائها أو حلفائها من التحالف التي تتقودون المملكة العربية السابقة هناك انتهاكات من كل الأطراف وننادي منظمة الدولية لكي تضغط على كل الأطراف لإنهاء تلك الانتهاكات إذن أحمد بن شمسي مسؤول التواصل والمرافعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتابع لمنظمة هومين رايتس ووتش كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك تنضم لنا مشاهدين الكرام عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان أستاذ إشراق المقتري مساء الخير سيدة إشراق أستاذ إشراق أستاذ إشراق شهدت صادمة تقارير مرعبة جاء على ذكر البعض منها تقرير منظمة العفو الدولية وكذلك هومين رايتس ووتش على أعمال التعذيب والانتهاكات الواسعة في كافة أماكن الاحتجاز في سجون الحوثيين برأيكم ما المتوفر أو بالنسبة لكم ما المتوفر لدى اللجنة الوطنية من معلومات وتقارير بهذا الخصوص كما ذكرت ربما تكون التقارير التي أعلنتها منظمة تفهم الرايت ووتش صادمة لكن الحقيقة هي أكثر صدمة أو الوقع الميداني بالفعل أكثر صدمة لا تم في جرينة أو انتهاك الاعتقالات الساعة الشفية ومركوضة بها كذلك الإحصار القصري وانتهاك التعذيب والتعذيب رضي يطل المدنيين من المواطنين الأبرياء بالنسبة للجنة الوطنية فهي ترى هذه الانتهاكات من ضمن الانتهاكات التي تعمل عليها منذ البداية ونظر مقائمة التحقيقات التي تقوم بالتحقيق فيها في كافة أنحاء الجمهورية بحسب ما يمسو عليهم الراغين وبحسب الميدان لأعضاء اللجنة ربما الأرقام التي ذكرتها هامل رايكوش هي أقل من الأرقام التي وصلوا عليها الراغين برغم السنوار عملوا هذه اللحظة في تتبع والتحوّق معدل القضايا فلدينا قرابة 731 حرت اعتقال سعيد سوفي وإخصاء تصري حدث لمواطنين المدنيين من النشطة والمداجعين حق الإنسان والمعارضين أيضا السياسين في لا تيمة المحافظات المحويت وعمر وصنعاء ودمار وإب والبيضاء هذه الانتهاسات كانت متفرقة سماد سبخ العامين 2015 و20 و2013 إضافة إلى 232 حالة تعديد واعتباع على السلامة الجسد هذه الانتهاسات حتى هذه اللحظة قام طريق الرانونين المتواجدين في المحافظات الجمهورية برفضها وتوثيقها بتوثيق قانوني إضافة إلى عمل الاستحقق المكتدي من سبل أعضاء اللجنة بهذه اللقائعة ربما ما يزال طريق العضاء المتواجدين حاليا في المحافظة الضارع يقوم أيضا بعمل من حالات تعديد وإخفاق وإعتقال بالأمس كنا في المحافظة البيضاء والتقلين جعلت من الذين يمسأل تعرضوا الاعتقال وتعديد إضافة إلى قيام فريط المحاقصين المتاعدين والراغبين في المحافظة السعيد اليوم بثمانية من الذين كانوا معتقلين في منطقة الجمهورية والاستماع عليهم موالحة التي تعديد التي تعرضوا لها بالتالي فإن أعمال لجنة الوطنية مهتمة بهذا الانتهاك الذي يعد انتهاك الحق في الحياة والسلام البيتدية وأيضا الحق في الحرية والتنقل أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ الشراق ينضم لنا الآن السيد علي هزازي المحامي والبحث في القانون الدولي مساء الخير أستاذ علي مساء الخير أهلا وسهلا بكم كل مشاهدي قناة القيس الصدائية أهلا بك أستاذ علي ما أود أن نعرفه في الواقع إلى أي مدى يمكن فعلا رسم صورة حقيقية لأوضاع المعتقلين في سجون الحوثي والمخلوع في ظل التعتيم الممارس من قبل هذه الجماعة في أماكن سيطرتها بلا شك أنه أظهرت جماعة الحوثي خاصة في ملف المعتقلين أو المخفين قسريا أو أيضا المعذبين أظهرت انتهاكات حقيقية لا يمكن وصفها وصف عام مجرد سوى أنها انتهاكات حقوق الإنسان بعضها ترقى إلى جرائم حرب البعض الآخر يمكن أن نوصفها توصيفا قانونيا بأنها إخطاء قسري وفقا لاتفاقية الدولية للإخطاء القسري أم 2006 أو اتفاقية أيضا مناهضة التعذيب كلها هذه تتوفر عناصرها في الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي وصالح معها أيضا في حق المدنيين الذين أخذتهم من بيوتهم أخذتهم قتريا أو عذبتهم بعضهم حتى الموت والبعض الآخر خرج بعهات مستديمة والبعض الآخر ما زالت الآثار النفسية أيضا لهذه الانتهاكات طيب يعني كحقوقي سيد علي وأنت مطلع على القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان أين تنتهي حدود العقاب لهؤلاء في فرض أنهم كانوا يعني التهم التي تم اختطافهم أو اعتقالهم وفقا لها كانت صحيحة أين تنتهي حدود العقاب أولا لا يمتلك جماعة الحوثي صالح أي سلطة قانونية في مواجهة هؤلاء أو اعتقالهم واحتجازهم باعتبارهم جماعة انقلابية كما وصفهم القرار 2216 يعتبر جماعة انقلابية اعتقالاتهم أو احتجازاتهم تعتبر احتجازات تعسفية اعتقالات تعسفية لعلكم أيضا نشرتم إلى تقرير منظمة هيوم الرائتس التي وصفت هذه الجرائم وإن كانت على استحياء أيضا بخطوة متأخرة وصفت بأنها جرائم تعذيب أيضا الجرائم إخفاء قسري وكما قلت أيضا احتجاز تعسفي لا تملك جماعة حوثي أي سلطة اتجاه هؤلاء المدنيين في احتجازهم لأن أيضا هذه احتجازات أو اعتقالات خارج القانون وهي جرائم لا تسقط بالتقادم يعني بإمكان هؤلاء الضحايا في أي وقت من الأوقات بعد حتى مرور مئات السنين أو أكثر أو أقل كما أشار إلى ذلك أيضا القانون الدولي حقية منانضة التعذيب باعتبارها جريمة لا تسقط جرائم التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وباعتبار أيضا جرائم أخرى ارتقبات أيضا حتى دستور الجمهوري اليمني القائم الآن يشير على أنه جريمة التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أيضا ما يسمى الظرف الحارب أو العدوان أو ما يطلقه من تقولات أو تخرصات جماعة الحوثي لا تبيحلو أن يحتجز تعسفيا أو أن يعتقل تعسفيا ولا تبيحلو أيضا أن يخفي قصرية لأنه في نفسه لو تقرأ اتفاقية الإخفاء القصري تحت أي ضرف من الظروف لا يمكن التعذر بمسألة الإخفاء القصري لا يجوز الإخفاء القصري في أي ضرف من الظروف طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد علي أعود إلى أستاذ إشراق المطري سيد إشراق هذا الوضع بالزخم الذي يوجد فيه وكذلك بالتعامل الذي تتعامل به منظمات الدولية إلى متى سيستمر تعذيذ في سجون الحوثيين إلى متى ستستمر الانتهاكات من قبل الإنقلابيين على المواطنين اليمنيين ربما كما ذكر الزميل في مداخلته حول الوضع القانوني المعتقلين وحول ضرم هذه الانتهاك الذي يمس كما ذكر سواء اتفاقية الخاصة بمناهضة الإخفاء القصري أو اتفاقية مناهضة تتعدي بشكل عام وكل قواعد وقارة القانون الذي يدرم المساس بالشغوط الفرية لكن ربما يكون الدور كبير على سواء على المؤسسات الوطنين المتمثلة باللدين الموطني أو غيرها من المؤسسات إضافة إلى المنظمات المدنية ومنظمات المدنية هي عملية الضغط للحد أو توقف من هذه الانتهاكات لكي لا تستمر ولكي لا يكون هناك قائمة كبيرة وإضافية من المعتقلين وضحايا هذه الجريمة ربما قد لا تكون الوسائق أو التقارير مدعاء أو مدخل لتوقف في هذه الانتهاكات لكن إصدار أو إضافة هذه الحقيقة وهذا الجرم وحجم الحقيقي للضحايا بالتأكيد سوف يؤثر الحق الأساس الذي ممكن أن يكون هو السبب لعدم تسلام مثل هذه الوقاعة المستقبل هي مسألة متابعة الجناة هي مسألة التمسك بالحق ومسألة تبوع مثل هذه الضحايا وعدم تنزل عن هذه الحقوق سواء من قبل المواطنين أو الأخرى الذين نتعرض من هذه الانتهاكات أو أيضا المسألة العامة لتدخل هذه الانتهاكات وربما هو تأثى بعد ذلك في برامج العدل الانتقال تعطي بعد ذلك الضحايا طرق مختلفة في مسألة الوصول للحق إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل أشكرك أستاذ إشراق المقتر عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف أعود إلى سيد علي هزازي سيد علي تحدثت أستاذ إشراق على أن الإحصائات التي تقوم بها المنظمات العالمية تخفي جانب أو تغض الطرف بشكل أو بآخر سواء بالناحية مقصودة أو غير مقصودة عن العديد من الانتهاكات برأيك هذا الأمر لماذا يحدث هل هي إشكالية في من يمثل هذه المنظمات على الأرض أم أن هناك صعوبة في عملية الرصد وهل من إشكالية قانونية تواجهة هذه المنظمات وفقا لذلك بلا شك أنا قلت سابقا أن تعتبر خطوة جيدة ما قامت به أخيرا إذا منظمة humanitis لكن الملاحظة التي أنا سأذكرها هي يمكن أن توضح تساؤلك الذي تساءلت ستجد أنه لو عملنا مقارنة بين التقارير الموازية التي صدرت سواء من تحالف رصد للانتهاكات أو من منظمات أخرى حقوقية عاملة في الميدان سواء في صنع أو غيرها محافظات الجمهورية اليمنية وتقرير منظمة humanitis وأيضا لو عملنا مقارنة بين الانتهاكات وما أشير ليس نجد أيضا عدد من المفارقات أول هذه المفارقات أنه هذه المعظمة أشارت إلى مسألة وجود انتهاكات وهذه حقيقة لا يمكن أن يختلف عليها ثنان انتهاكات الحوثي أصبحت واضحة القتل أيضا لألكم تابعتم جيدا قضية حدثت في هذا الأسبوع وهي قضية وليد الأبدي الذي أخذ من بيته من انقصف الليل وأمام أطفاله ثم يحتجز في سجن البحث الجنائي بعد خمسة أيام هذا يوجد هذا الشخص وقد أصيب بطلق ناري في رأسه ما زال موجود في مستشفى الكويت جريمة تعذيب وقتل في داخل سجون الحوثي هذه الجريمة وحدها كفيلة بأن يصدر تقرير دولي وأن تقرر المنظمات الدولية فرض عقوبات على الجماعة الحوثي كونها وقت التعذيب حتى الموت لماذا لا يحدث ذلك إذن أنا أرى أن هناك أيضا نوع من المداهنة أو عدم التحدث بصراحة في مسائل حقوقية وخاصة من المنظمات الدولية لها حجمها أنا أستغرب وأنا أقرأ تقرير في بعض الألفاظ التي وردت على استحياء وعلى خجل يزعم أو مزعومة حالة تعذيب وسوء معاملة مزعومة بينما هي تقول أنها حققت في الموضوع أيضا المدير التنفيذي لهذه المنظمة تقول ستكون سلطة صنع عرضة لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين هي ارتكبت جرائم ومنظمة يوم الريتس أيضا أظهرت بعض من هذه الجرائم في القانون الدولي إذا ثبتت جريمة قتل وراحدة ضد جماعة تعتبر ممتنكة القانون الدولي وتستوجب المساعدة القانونية لكن كما قلت لك أن هناك تلاعب ببعض الألفاظ وهو ما ندعو إليه المنظمات الدولية إلى تحري الدقة وخاصة أننا كلنا نتطلع إلى أن يكون لها دور فاعل حتى لا يفقد الناس الثقة بهذه المنظمات أو تصبح أداة سياسية بدل أداة لإنصاف المظلومين والمنتهى كحقوقهم نحن اليوم أمام جرائم متعددة ما ذكر لا يمثل الحد الأدنى من جرائم ونهاية الحوثي الرقم الذي أشارت إليه 3700 منظمة وقالت تناولته إعلاميا هذا رقم قدم بالوسائق إلى مشاورات السلام في الكويت وهو رقم حقيقي قدمته أيضا بعض المنظمات رقم أكبر من هذا الرقم يخرج يوميا عدد أيضا لا ننسى هذه القضية يخرج عدد يوميا من سجون الحوثي ويدخل عدد آخر لو تناولنا العدد المعتقلين منذ بداية الأحداث في 2014 إلى اللحظة لو وجدنا أعداد مهولة جدا إذن أشكرك كالمحامي والبحث في القانون الدولي السيد علي هزازي كنت معنا في هذه الحلقة في ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام أذكركم بأن تظاهر إلكترونية واسعة مناهضة للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع انطلقت مساء اليوم بدأ المئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين المشاركة في هاشتاك أوقف التعذيب في اليمن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت التغريدات صور وأرقام ومطالبات بسرعة الإفراج عن المختطفين في سجون الميليشيا بعد مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تقبلوا في ختام تحياتي عن وجه السمان وتحيات زميل محمد القاسم في الإعداد إلى حين المتقى دمتم والوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة